قبل عشرين سنة وأنا في العمل يحدثني زميلي الله يذكره بالخير ويسعده ويوفقه أينما كان يقول كان عندنا اثنين شيبان في القرية واحد منهم صليط اللسان قوي الحجة أكتطع جزء من أرض جارة وأخذها ظلما وعدوانا ثم انكبر هذا في السن الظالم وجاه مرض ومات بنته ساكنه في القرية وأولاده كلهم مغتربين البنت اللي في القرية ترى ثلاث ليالي في المنام أن أبوها هذا يأتيها ويقول لها امنعوني من النار النار أكلتني ثلاث ليالي يأتي إلى البنت سبحان الله العظيم أستدعت أخوانها اللي خارج المنطقة وجاءوا وعطتهم العلم قالت أبو ياتيني في المنام ويقول 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 وش رايكم إيش تتهمون أبو يصلح في الدنيا هذي من مصيبة قالوا أرضف لا أرضف لا جاءوا إلى الشايب هذا المظلوم حصلوا مسكين طايح ومنتهي وعلى فراش الموت حتى هو قالوا حصل بينك وبين والدنا كذا وكذا وهذا الجزء اللي أكتطعه أبوي خذها الله يجعلها بالعافية ما عادهم في حاجته ولا نضعه قال لا قالوا طيب خذ أرضنا معه وسامح أبونا قال لا قالوا نعرض عليك الأرض هذه وأرضنا وعمارة في المكان الفلاني فيها كذا دور وكذا شقة قال لا الله لا يسامحه والله لو كان حي ما يعطيني منها ملي متر واحد ولا يعطيني من هذا الأرض والعمارة اللي عرضتها عليها ذرة واحدة الله لا يبيحه ولا يسامحه البنت جلست في القرية وتكررت عليها الرؤية كثيرا حتى أضطرت هي وزوجها يغادرون الأرض والقرية هذه الشايب هذا مات بعد القصة هذه بفترة بسيطة أنا أنصحكم لوجه الله اتقوا الله في أموال المسلمين عقار ولا مال ولا اللي يكون وخاصة الديون في ناس كثير مبسوطة أنها أخذ فلوس ولا سددها أخذ فلوس ولا رجعها وطلع من العمل وزملاء اللي قد أخذ منهم ولا قتزرفهم ما دروا ولا ما سألوا انتبه ترى حق الناس عليه مشاحة لازم تدفع وإلا من ظهرك حسنات يوم القيامة وفي قبرك عذاب أنا أوردت هذه القصة للناس يتساهلون في الديون يتساهلون في الحقوق يتساهلون في حق الناس حق الناس ما وبسهل ويمكن ما يسامحونك ولا يعفون عنك السلام عليكم